برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة كوفي كاب ايجيبت شين ميميم بشأن اقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة تصل لنحو ثلاثين فصل ثلاثة من عشرة الف متر مربع بالقطعتين رقمي واحد واثنين بالمنطقة الصناعية الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية بمدينة العشر من رمضان بتكلفة استثمارية تصل الى ثمانية وثمانين مليون دولار ومن المخطط ان يستوعب المشروع مائتي وخمسة عمال مصريين والالتزام بنسبة ستين بالمائة للمكون المحلي وتصدير جانب كبير من انتاجه للخارج ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات لسيما قطاع الصناع نظرا لاسهامه الكبير في توفير فرص العمل وكذا تعميق المكون المحلي والاحلال محل الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية ويتضمن هذا التعديل اضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح اجمالي مساهمة الجانب الامريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الاثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتغير المناخ وتستهدف المنحة الحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الاحمر وتعزيز النظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بأليات تمويل مبتكرة إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنوع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية متضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الاحمر وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الاحمر كوجهة مستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجي الخضراء كما تهدف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة أثار تغير المناخ ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات ودعم تطوير الأطل القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها خاصة بالنسبة للمرأة والفئة المهمشة إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانع القرار في مصر وكذلك توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد فضلا عن تحسين أليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكانة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظف المحاكم عليها مع الانتقال إلى نظام التقاد الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معلاجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب وصرف الصحي ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة بهدف الاستفادة منها في تقديم المساعدة الفنية لإعداد الدراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المعالجة المشاري إليها وتجديدها وتطويرها وتوسيعها بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ويعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الإفريقية من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقلمي عن طريق تقليل تكاليف معاملات المستثمرين والمقردين والمصدرين والمستوردين فضلا عن تكلفة الاعتمان والتأمين حيث تسهم الوكالة الإفريقية في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الإفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الإفريقية وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات الخمسين جنيها والعشرين جنيها وذلك بمناسبة مرور سبعين عاما على أول عملة وطنية متداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة كما تمت الموافقة في الصداق ذاته على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملات متداولة من فئة الجنيه الواحد ونصف الجنيه بالمناسبة المشار إليها وذلك بالتنصيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العملات في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التسيرات للمصريين المقامين بالخارج والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليها وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الوردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج أليات بديلة نظرا لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة نتيجة أسباب مختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم